أخدم بحاجة سمعتها النهاردة من وسيم يوسف وسيم يوسف طبعا اتعرض لموضوع أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي كل مريض تعرض للسلطان فأسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه النهاردة سمعت له فيديو بيتكلم فيه على أن أنا لما كنت لي وضعي بدر الشرع بطلع أمام التلفزيون فكان فيه بعض الالتزامات اللي أنا لازم ألتزم بيها أمام الجمهور أمام الجمهور فكنت لا بروح بحر ولا بروح مش عارف فين ولا بروح ملاهي ولا بروح مش عارف فين ولا بروح فين كان فيه بعض التقيدات فلما مر بالعمر بيقول أنا لقيت أن الدنيا دي كلها غلط يعني الحاجات دي كلها غلط وأن أنا معيشتش لحظاتي السعيدة معيشتش لحظاتي السعيدة هي دي الإشكالية اللي احنا بنتكلم فيها هي دي الإشكالية هو اللي حط على نفسه قصر هو اللي كان فاهم غلط وفهمه الغلط ده هو اللي وده الهنى هو إيه بداية وسيم يوسف إيه بداية وسيم يوسف كان بيقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله وبيبها نافلة الأفعال اللي احنا بنفعلها لكن نهايته كانت إيه لأنه هو ما يستعمل الشرع في الصح يعني أنا دلوقتي عايز أروح مثلا البحر مين قال إن مرواح البحر حرام ولكن انتقاء المكان اللي انت عتروح فيه المسألة سهلة واخد لي بالك فيه حاجات انت كداعية أي نعم بتحرم منها بس ديه ضريبة ما أنا مش برضو عشان داعية لازم الدنيا تبوز مني لازم الدنيا تبوز مني تمام؟ يعني ما سأنا أديكم مسأل أنا راجل مثلا العورة من السرر الرجبة خلاص العورة من السرر الرجبة راجي نازل البحر ومش لابس فينلا مثلا ما عرفش التبطول عليها إيه فنلا يعني ما بينش صدري مثلا عادي يعني أنا عشان داعية ألبس فينلا لكن مش داعية ممكن أنزل مثلا كده ما أنا مغطي السرر والرجبة مثلا تمام؟ أو القبل والدبر مغطي يا جماعة الخير فهي أنا عايزة أوصل إن في حلول لكن أنت ما عرفتش تستغل الحلول لإن أنت حطيت عليه كان لابسك إصر وإصر وإصر لكن في حلول تانية في حلول تانية كانت الناس بتستأجر أماكن فيها حمام سباحة عشان ينزل أهله فيها والأماكن دي مخصصة للأشياء دي أماكن مغطاة مخصصة فهو ما لم يجد الحلول لأنه حط نفسه في إصر لا أنا معاملش دي لا أنا معاملش دي لا أنا معاملش دي لا أنا معاملش دي دي النقطة التالية النقطة التالية إن الداعية يا إخوانا ما هو برضو شبهكو إنسان شبهكو يعني أنت لو في يوم من الأيام مثلا عديت كده داعية إسلامي ولقيته لابس شورت تحت الرجبة هتعمل إيه حضرتك حتتشدد معاه وتقول لازم يلبس الزي الإسلامي ومش عارف إيه والكلام دا كله فيه إن دا الإسلام دا الداعية ولا هتقوله والله جازة ليه إنه هو يعمل كده ما هي دي الإشكالية اللي إحنا بنتكلم فيها إن أنت لما تتشدد أوي تبص تلاقي إن اللي قدامك دا حتى لو كان إيه تنظر له نظرة فوقية نظرة فوقية دايما تبقى أنت اللي بتنظره النظرة فوقية ما تلتمس له عزر ما تلتمس له إن هو زيه زيك بني آدم زيه زيك زيه بالضبط كده اللي حصل للشيخ مشاري الراشد لما لقوه لابس بتاع دوت بانطلون وأميس ولابس ساعة وقاعد ومتصور يقول لك ها بص الشيخ مشاري الراشد بص بعمل إزاي الشيخ مشاري الراشد بص مش عق يا جدعان ده بشر زيه زيك والله برضو ليه نفسه برضو ليه نفسه يروح ليه نفسه يتفسح ويفسح حياله ويروح وييجي فالله مستعان فيأخواننا التشدد الجامد جدا 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 يؤدي لك في النهاية إلى خسارة الدين والدنيا الدين والدنيا ويرب يكون كلاما مفهوم ترجمة نانسي قنقر